سورة مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب مني ونلعب مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربك خيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب وجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبترك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد ملغت من الكبر عفيا قال كذلك قال ربك هو علي هيل وقد خلقتك من قبل ولم تكش شيئا قال رب اجعل لي آيا قال آياتك ألا تكلم الناس فلا فلينسويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا ذكرتا وعشيا يا يحيا خذ الكتاب بفوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكانت خيا وبرى بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليا روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أن رسول ربك لأهد لك غلاما زكيا قالت أن لا يكون لي غلاما ولم يمسس لي بشرا ولم أتبغيا قال كذلك كون ربك وعلي هيا ولنجعله أغيتا للناس ورحمة منا وكاد أمرا مقضيا فحملته فانتبنت به مكانا قصيا فأجاءها المخاب إلى جدعي النخلة قالت يا ليتني مست قبل هذا وكنت لسيئا من سيئا فنادى ما من تحتها ألا تحسني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجدعي النخلة تساقب عليك رضرا جليا فاكني واشربي وقلي عينا فإن ما ترين من البشر أحدا فاكولي إني نذرت للرحمن صواا فمن أكلم اليوم إن سيا فأتت لي قوما تحمله قالوا يا مريم لقل جئتي شيئا فريا يا أخ سهرون ما كان أبوك وعسوه وما كانت أمك بغيا فأشعرت إلي قالوا كيف نكلم من كان في المهج صبيا قال إني عبد الله آتى لي الكتاب وجعلني نبجيا وجعلني مبوركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي في يمترون ما كان لله أن يتقن من ولد سبحانه سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكنهم ظالمون اليوم في ظلام مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلتين وهم لا يؤمنون إنا نحن نريد الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون وانكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا ربك لم تعبد ما لا يسمع ولا يبطر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قل جاني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعم للشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك علىهم من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أرى بكم أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حبيا وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عزا ألا أكون بدعاء ربي شبيا فلم نعتذركم وما يعبدون من دون الله وأبنا لهم إذ حق ويعطوا برث لن جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم رسال صدق علييا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أقاه هامون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا وعلي وكان رسولا نبيا وكان يعمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إذريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا علييا أولئك الذين أنعموا الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذا قلنا عليهم آيات الرحمن خوص جدا وبكيا فخلفوا من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة والسبع الشهوات بسوف يلقون غيا إلا من تاب إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك ينخلون الجنة ولا يرلمون شائعا جنات عزل التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأسيا لا يسمعون ابنها نبوا إلا سلاما ولهم رصهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سبيعا ويقول الإنسان إذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا ينكر الإنسان أن ما خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشران لهم وشياطين ثم لمحضران لهم حول جهنم جذيا ثم لننزعان من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عكيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولاد آصليا وإن منكم إلا واردها وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا وانذر الظالمين فيها جميعا وإذا كتنا عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خيرهم مقاما وأحسن نذيا وكم أهل ساقبلهم من قرن لهم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدل له الرحمن مدا أستا إذا رأوا ما يعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو كر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهدى وهدى والباقيات الصالحات خير عند ربك كفر آبا وخير مردا أبرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أطنع العيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونريته ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر الله أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعند لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لن يكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إبدا تكاد السماوات يتضطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال غدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيجعل لهم الرحمن عدا فإنما يسرناه بنسانك لتبشر به المتقين وتنفر به قوم عددا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا